استقبلت محافظة مطروح أول رحلات طيران الشارتر السياحية والقادمة من دولة شيك لموسم 2024 في مطار مرسى مطروح الدولي وعربت محافظة مطروح عن سعادتها بأول رحلات السياحية المبشرة بموسم سياحي كبير مع أهمية المتابعة المستمرة والجاهزية وأيضا تجهيز الشواطئ والمزارات السياحية لاستقبال ضيوف المحافظة والتنسيق مع الفنادق التي تستقبل الأفواج السياحية مع بداية موسم الصيف السياحي استقبلت محافظة مطروح أول رحلات طيران الشارتر السياحي قادمة من دولة التشيك لموسم 2024 وذلك بمطار مرسى مطروح الدولي واستقبلت مطروح أول رحلات اليوية السياحية مع توزيع الشوكولاتة والمواد الدعائية باللغات الأجنبية والترحيب بالزائرين من خلال طلاب إحدى المدارس مع ارتدائهم الزي البدوي وقامت فرقة مطروح للفنون الشعبية والتنورة باستعراض عدد من أغاني الترحيب كما قامت إدارة العمليات والعلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالزائرين والسائحين وتوزيع الورود والشوكولاتة وكتيبات التعريف بمدينة مرسى مطروح كما قام مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة بإهداء الكتب الدعائية والدليل السياحي والتنسيق مع الفنادق والشركات السياحية المستضيفة من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة وأعربت محافظة مطروح عن سعادتها بأولى رحلات السياحية المباشرة بموسم سياحي كبير مع المتابعة المستمرة والجاهزية وتجهيز الشواطئ والمزارات السياحية لاستقبال ضيوف المحافظة والتنسيق مع الفنادق التي تستقبل الأفواج السياحية ومن المتوقع زيادة أعداد الرحلات السياحية إلى مدينة مرسى مطروح خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن خطة وزارة الطيران البدني لتنشيط الحركة الجوية وجذب السياحة الأوروبية إلى جميع أنحاء الجمهورية